السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ودائما صل على الحبيب قلبك يا طيب حوار مع الحبيب الحوار بتاع النهاردة بهديه لكل أب لم يرزق إلا ببنات ولكل أم عندهاش غير بنات وخايفين أن ناس تانيين يشاركوا بناتهم في الميراس الحوار بتاع النهاردة ده هدية مني ليكم وارسالة قوية مني ليكم وارسالة الطمئنان صحابي جليل كما في الصحيح وصحابي من العيار السقيل اسمه سيدنا سعد ابن أبي وقاس سيدنا سعد ابن أبي وقاس في حجة الوداع أصيب بمرض شديد فعاداه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ظهر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان المرض اشتد على سيدنا سعد حتى كده أن يموت فسيدنا سعد وانت عارف يعني إيه النبي يزور سيدنا سعد اللقطة الأولى النهاردة زور الناس حتى لو هتزور اللي أقل منك في نظرك ده كل ما تزور أقل منك تبقى فيها إخلاص هنتكلم بعد كده عن زيارة المريض بإذن الله فسيدنا سعد قال فرصة في نفسه كده وغنيمة إن النبي جاي يزورني فسأل النبي سؤاله وده بداية الحوار بقى قال له يا رسول الله أنت ترى ما نزل بي الآن من الوجع يعني بيقول له خلاص أشرفت على الموت ويا رسول الله قال له خير يا سعد قال له ليس لي أحد يريثني إلا ابن واحدة سيدنا سعد النبي وقاس لم يرزق إلا ببنت واحدة فقط فبنت واحدة يعني إخواته عمام البنت هيدخلوا يورسوا معاه تصوروا أن سيدنا سعد تعامل ببشرية عادية جدا وخايف على بنته من بعده زي حالتكوا كده بالصد فسيدنا سعد قال له ولا ترثني إلا ابن واحدة يا رسول الله قال له إيه المطلوب يا سعد يعني أنا بشرح الحديث قال له يا رسول الله أرأيت الله الله إن تصدقت بثلثي مالي بثلثي مالي يعني هيقسم المال تلت أتلات تلت يهدي البنته وتلتين يطلعهم لله فسيدنا النبي بكل وضوح قال له لا ولا يعني لا يا جوز فسيدنا سعد برضو مصمم أن يأمل حاجة لله رغم النساء بنت بس بيعمل نفسه هي دي بقى النهاردة اعمل نفسك محدش بينفع حد فسيدنا سعد قال له يعني التلتين يا رسول الله ويبقى التلت قال له لا يا سعد فسيدنا سعد قال له طيب أفأتصدق بشطر مالي النص خمسين في المية وكان عنده مال كتير سيدنا سعد أطلع نص التاركة لله والنص أسيبه البنتي فسيدنا النبي قال له لا يا سعد الله فسيدنا سعد قال له يا رسول الله طيب أفأتصدق بالثلث يعني التلتين النبي قال له لا رفض طيب النص النبي رفض والشيء الجميل إن سيدنا سعد بياخد الموافقة من النبي الأول رغم إنه يعمل حاجة خير ما هو مش كل خير يبقى له أجر ممكن تعمل خير بس في نظرك إنه خير بس مضر للآخرين ما هو كده هيؤذي الورصة وهيدر الورصة خدت بقى الحضراتكم ما رغم إنه خيره فكله يعني الصدقة أو الإنفاق متاح وليس كله متاح مباح احفظوها دي كله حلال متاح وليس كله حلال مباح وليس كله مباح متاح فسيدنا النبي قال له التلتين كتير والنص برضه كتير فسيدنا سعد قال له طيب والتلت يا رسول الله واسيب التلتين قال له يا الثلث والثلث كثير يا سلام يعني كان سيدنا النبي هين عليه قاله لا التلت كتير خليك في الربع خليك في 25% بس الثلث والثلث كثير وجي سيدنا النبي بقى ادنا قاعدة مهمة قوي وهو بيجاوب سيدنا سعد قال له يا سعد عارف انا رفضت تتصدق بالتلتين ليه وبالنص ليه وفقت على التلتك على التلتك ده يعني بال يعني كان عايز ينقصه كمان عارف ليه قال له ليه يا رسول الله قال له لا ان تترك ورثتك او انتظر ورثتك اغنياء خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس اقولها تاني انتظر يعني ان تترك ورثتك بعد موتك اغنياء مصطلين الحال خير وافضل واحب واحسن من ان تتركهم عالة فقراء يتكففون الناس يا خوة ربيض ده قاعدة جميلة جدا 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 يعني ايه يعني النبي النهاردة بيقول اعمل حساب ولادك والورثة بتوعك من بعدك بس بالمعروف بس في نفس الوقت اعمل حساب نفسك فعايز اقول لكل اب والكل ام والكل ولي امر لم يرزق الا ببنات سيب الحال كما هو والعلماء خادوا من هنا حكم انه يجوز ان الميت او المريض او الانسان يعني يوصي بالصدقة او بالتصدق بسلس ماله فقط فما زاد على السلس لا يجوز ليه لان انت كده هتؤذي وتضر الورثة من بعدك لكن انا في حياتي اتصدق بما شئت ما يبقاش فيها نية ان انا احرم الورثة او اؤذي الورثة او اضر الورثة فسيدنا سعد النقابي وقص فتح لنا باب جميل النهاردة جدا جدا ان انت لك الحرية لحد تلت مالك طلعوا لله طب والتلتين بعد ما تموت مش بتوعك بقوا بتوع الورثة والمراس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال او ربنا قال في القرآن الكريم فريضة من الله وخدوا بالكم الشيء الجميل ان سيدنا سعد ما قالوش انا عايز اكتب حاجة لبنتي او اخصص شيء لبنتي وسيدنا النبي ما قالوش لان تترك او انتظر ابنتك قال له لانتظر ورستك ورستك يعني ايه ما تقولش ازاي خواتي يوريسه معايا وزوجة الراجل لما يموت ما تقولش ازاي خواته ما كانوش بيسأله عنه ويوريسه معايا والبنت تقول عمامي اصلا ما لهمش حاء لا لان تليك كلام ولا امك لها كلام ولا اي حد ليه كلام بعد كلام الله عز وجل لان الذي تولى تقسيم وتوزيع المراس ما هو بنبي وما هو برسول وما هو بانس وما هو بجن وما هو بملك ولكن الذي تولى تقسيم المراس هو رب العالمين من فوق سبع سماوات وبعد ما تكلم ربنا في القرآن عن المراس قال فريضة من الله ويقول ايه اباؤكم وابناءكم اباؤكم يعني الاصول بتاعدكم جدودكم وابو ووالدك ووالد والدك وانت طالع وابناءكم اللي تحت ابنك وحفيدك والزري يعني الاصل والفرع اباؤكم وابناءكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفع فريضة من الله يا السلام يعني لا تميز ده على حساب ده لاني ما تعرفش مين اللي هينفعك ومين اللي هيدرك لان تترك وراستك اغنياء مستورين الحال خير من ان تتركهم عالة يتكففون الناس بس بالمعروف وعلى قدر المستطاع ربنا يبارك لنا في زريتنا ويرزق يا رب من لا يرزق حتى الان بالزرية يرزقه بالزرية الصالحة بحق هذه الايام المباركة هذا وانا اشهد الله اني احبكم في الله ودائما صلي على الحبيب البكي طيب واراكم على خير في حلقة بكرة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته